موسيقى من المصري اليوم في الصفحة الأولى الإخوان العسكري رفض الحكومة الاقتلافية الأهرام صفحة الأولى التمويل الأجنابي استهدف زرع الفتن الطائفية والعنصرية الشروق صفحة الأولى أيضا الألاف في مسيرة ألترس أهلاوي يطالبون بسرعة القصاص في مذبحة قرسعيد الأخبار صفحة الأولى اليوم انتهاء الدفاع في محاكمة القرن والاثنين تعقيب النيابة الأخبار في صفحة الأولى لجنة الصحة بالشعب عقب زيارتها للطورة تجهيز مستشفى السجن لمبارك في أسرع وقت الأخبار صفحة الثالثة قانون جديد للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الأهرام في صفحة الأولى أيضا اقتراح بضم الأجور المتغيرة للأساسي يزيد الرواتب 400% المصري اليوم في صفحة الثالثة شق لكل مواطن محدود الدخل في قانون الإسكان الجديد يا رب يا رب طيب نبتدي مع بعض أستاذ أشرب بأول خبر نبتدي بالحكومة الاقتلافية هو الحقيقة بدأ كلام على الحكومة الاقتلافية في عقاب أحداث بورسعيد واتضح أنه المسألة كانت بلنات اختبار من جانب القوى السياسية يعني اقحام العسكري في أنه رفض لأنه الإخوان قالوا قبل كده أنهم لم يطلبوا ولم يعرض عليهم أحد فكرة تشكيل حكومة اقتلافية والحقيقة أنا شايف أن هي القضية نفسها واخد أكتر مما تستحق فإحنا القضية المفروض أنه القضية التي تشغل البال هو انتخابات الرئاس التي يفصلنا عنها أقل من شهرين تقريبا فيعني فكرة أنه نشتت جهودنا كقوى سياسية أو حتى كوسائل إعلام أو كنشطاء في الشارع بالحديث عن حكومة في أفضل الأحوال عمرها لن يزيد عن ثلاث شهور أو أربع شهور مسألة هتبقى فيها يعني مسألة مضيعة للوقت علشان كده أنا لا أعتقد أن العسكري أن الإخوان طلبوا ولا العسكري رفض الحديث إعلامي أكتر منه كان حديث جدي والموضوع أخذ أكبر من حاجة التمويل الأجنبي استهدف زرع الفتنة الطائفية والعنصرية التمويل الأجنبي طبعا قضية من القضية الشائكة لأنه إحنا ما نقدرش نعيش الأيام دي من غير التمويل الأجنبي سواء على مستوى الدولة التي تحصل على ردوة مساعدات أو على مستوى منظمات المجتمع المدني خصوصا أن إحنا ثقافة التبرع للعمل العام في مصر ليست رصخة لدينا يعني يمكن إحنا نتبرع للأعمال الخيرية لكن مش هيجي على بال حد أنه يتبرع لمنظمة ترى حقوق الإنسان أو منظمة تدفع عن مش عارف حق الشباب أو الحق في السكن أو الحاجات دي فبنلجأ إلى التمويل الأجنبي لكن في النفس الوقت يجب وضع ضوابط صارمة ومحددة له ونتعامل زي الأضياء الأولانية في حدودها استخدام طبعا المصطلحات من قبيل زرع الفتنة الطائفية والعنصرية دي يعني الحقيقة دي لغة برضو لا يجب أنها تكون موجودة إلا إذا كان معايا وقاعة محددة أنا موصفش خيال بس إنه حقيقة أستاذ أشرف برضو حارتك برضو لو ركزنا في الفترة الأخيرة في مصر بشكل عام بصرف النظر عن الأحداث اللي بتحصل هتبصت ليه إنه في حالة من انتشار الفتن اللي غير طبيعية إذا كانت طائفية إذا كانت قروية إذا كانت يعني في حالة من الانتعاش للفتن داخل مصر بشكل غريب جدا طبيعي طبيعي لما يبقى مجتمع بيمر بحالة ثورة وبعد ما يقرب من ستين سنة من الكابت إنه تظهر هذه النزاعات الناس كتير قوي شايفين إنه إذا ما خدتش حق النهاردة أنا مش هاخده تاني وناس كتير شايفة إنه إحنا ظلمنا كتير فمن حقنا نتكلم النهاردة لكن الحقيقة إنه ما يهدد مصر يعني الفتنة الطائفية أو خطر الفتنة الطائفية هو خطر قائم على فكرة ولا يجب إنه إحنا نضع رؤوسنا في الرمال ونقلل منه ونقول إحنا مسلم ومسيحي إيد واحدة الحقيقة إنه في مشاكل في أزمة في المجتمع خطيرة يجب إنه إحنا نلتفت لها والحل الوحيد أو الحل الأمثل في نظري إنه هو سيادة القانون تفعيل القانون أنا حكاية إنه حد يروح يعتدي على كنيسة وبعدين يتصلح معها يتحاسب بالقانون المسيحي اللي يرتكب خطأ ما ينفعش يعاقب أسرته لأنا عاقبه هو ويعاقب بالقانون لأنه ده الحل الوحيد لمسألة الفتنة القانون هو الحل لكل أزمتنا الألاف في مسيرة ألترز أهلاوي يطالبون بسرعة القصاص في مدبحة بورسعيد طبعا هو الحياة زي ما دايما بنقول العدالة البطيئة هي الظلم بعينها وإحنا بنعاني في مصر من سنوات طويلة من بطء العدالة أو بطء التعامل ففعلا سرعة القصاص مش بس علشان هي قصة بورسعيد وعلى عشان إنه في مجموعة في ناس بتتظاهر لكن فعلا علشان أمن المجتمع يعني إحنا الحقيقة على مدى سنة كاملة إحنا لم نرى أو لم نسمع كثيرا عن أحكام راضعة في حق قطاع الطرق وجرائم البلطاجة وجرائم القتل والسلب اللي انتشرت بشدة ده معناه إنه الرسالة التي يجب أن تصل إلى المجرمين لا تصل وهي أنهم سيعاقبوا وسيعاقبوا بسرعة إنما إنه النهاردة لو الأمور فاتت بالنسبة لما سباحة بورسعيد وحصل حتى وصدرت بعد كده أحكام قاسية جدا هتفقد تأثيرها لأنه مش الهدف أن أنا أموت حد قبل حد اللي مات هدف أن أنا أرضع طرف ثالث من أنه يفكر في تكرار هذه الجريمات دي الفائدة اللي هتعود على المجتمع اليوم انتهاء الدفاع في محاكمة القرن والإثنين تعقيب النيابة هي طبعا محاكمة القرن بامتياز بنحاكم الشعب المصري لأول مرة في تاريخه يحاكم رئيس صار عليه وإن طبعا قلنا قبل كده كثيرا أن مبارك يحاكم الآن على ما فعله فيه 18 يوم ونتجاهل جرائم ارتكبها على مدى 30 سنة وكانت إدانته في الحقيقة في جرائم 30 سنة أسهل وأهم المجتمع مما يحاكم عليه في 18 يوم لكنها تظل في النهاية نقطة تفاصيلة في تاريخ مصر وبرضو النقطة المهمة أنه يجب على الناس أنهم ما دومنا سلمنا القضية للقضاء أن نحترم كلمة القضاء إحنا طالبنا بمحاكمة مبارك وليس بالحكمة على مبارك إحنا نطالب بالمحاكمة وهذا حقنا أما الحكم فهو حق للقاضي طبعا لجنة الصحة بالشعب عقب زيارتها لطورة تجهيز مستشفى السجن لمبارك في أسر علاقة الخبر فيه جزء إيجابي وفيه جزء الحقيقة جزء الإيجابي أنه فكرة اقتراب نقل مبارك ومعاملته كأي سجين وليس سجين سوبر إلى السجن حتى لو كان داخل مستشفى السجن الجانب الثاني هو يعني لماذا لا تكون المستشفى دائما مجهزة لاستقبال المرضى السجناء المرضى يعني لماذا وكأننا ننشئ مستشفى من جديد ده كلام الحقيقة برضو يجعل الأمور مهياش جيدة حسني مبارك إما أنه مستشفى السجن صالح لاستقباله أو أن يسجن في مستشفى ألمانيا الجامعي وهو المستشفى الذي ينقل إليه السجناء الذين تستعصي حالتهم على تجهيزات مستشفى السجن لما فكرة نحن نجهز المستشفى بيدي رسالة سلبية استمرارا لأنه المواطنين ليسوا سواء حقيقي قانون جديد للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني طبعاً هيرجعنا للعنوان التاني الخاص بالتمويل الأجنبي الحقيقة إذا ما دمنا في حكومة في ظل صورة ومجتمع صورة وفي برلمان صورة أنا تصوري أن يجب أن يوضع فيه الاعتبار كل طلبات واعتبارات وحسابات منظمات المجتمع المدني الخانون يجب أن يضعه المتعاملون به أو الخضعون له بشكل أساسي لأنه هم اللي هيلتزموا به طبعاً بما لا يتجاوز سلطات الدولة وبما لا يترتب عليه أي تجاوزات أو أي مخاطر علشان كده أنا الحقيقة بطالب مجلس الشعب والحكومة بأنه يبقى التركيز الأساسي على رأي ورؤى منظمات المجتمع المدني والعمرين في هذا المجال حتى لا نصدر قانون ثم بعد أسابيع قليلة يهاجم ونجد نفسنا مضطرين للبحث عن قانون جديد اقتراح يضم اقتراح بضم الأجور المتغيرة للأساسي يزيد الرواتب 400% هذا الاقتراح يتقدم به حزب الحرية والعدالة زراع سياسي لجماعة الإخوان المسلمين وصاحب أكبر نصيب من مقاعد البرلمان أو مقاعد مجلس الشعب الحقيقة برضو أنه أنا يعني هو في متن الخبر بيقوله أنه دون أي زيادة عباء على الميزانيات الدولة أنا مش عارف كيف سنزيد الرواتب دون زيادة العباء على الميزانيات الدولة إلا إذا كان في إطار منظومة لعلاج التشوه في الأجور اللي هو اللي بنتكلم عليه من زمن اللي هو التفاوت في الأجور إن أنا في المؤسسة بماه هيبقى فيه حد أقصى أو حد أدنى والفارق ده مش لازم أرجعه لخزانة الدولة أنا أعيد توزيعه على بقية فأدية الفارق دي الحالة الوحيدة لكن هو الحقيقة المقترح بصورته الحالية ما هوش مقدم كل التفاصيل اللي تخلينا نتعامل معه بصورة أكثر عمقا يعني شقة لكل مواطن محدود الدخل في قانون الإسكان الجديد طبعا حلم الشقة ده يعني حلم ملايين من الشباب من ستين سنة ومش من الشباب كمان لا المسنين الشباب يعني يمكن بطلوا يحلموا بحلم الشقة لكن برضو الحقيقة أهم نقطة في المسألة دي قبل ما نبدأ تنفيذه أن تكون لدينا قاعدة بيانات تضمن عدم الحصول على أكتر من شقة وتضمن لأنه الأزمة الحقيقة أنه نحن مصر بنت عدد كبير جدا من الشواء لكن اللي نعلمه جميعا أنه من يستطيع أن يحصل يحصل على شقة واثنين وثلاثة ومن لا يستطيع يظل فيه العراب حقيقي الحقيقة أستاذ أشرف يعني بنتمنى أنه الأخبار الجيدة زي الأخبار الرواتب زي أخبار الشقة زي كل الأخبار المبهجة والمتفقلة على الصبح كده أنها يعني إن شاء الله تتحقق تتحقق إزاي بقى دي مهمة أصحاب القرار لكن إن شاء الله تتحقق بشكر حرارتك أستاذ أشرف على وجودك معنا النهاردة ونشوف حضرتك على خير شكرا مشاهدي نهارك سعيد هسيبكم دلوقتي مع تقرير وهو عن تغطية لمتابعة انتخابات مجلس الشورى بمحافظة الجيزة ونشوف التقرير ونرجع نستكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد خليكم معنا